بعد دوره في مساندة الجيش السوري لثماني سنوات يخرج المركز الاستشاري العسكري الإيراني في دمشق عن صمته ولأول مرة يصدر بياناً عسكرياً باسمه كقائد لعمليات محور المقاومة في سوريا بعد أن كانت بياناته السابقة تصدر باسم غرفته عمليات المقاومة المركز الاستشاري العسكري يتحدث ولأول مرة أيضاً باسم القيادة المسلحة الإيرانية وحلفائها الإعلان حمل معه رسائل جلية تحدثت عن دور حرس الثورة الإيرانية وحزب الله في مساندة الجيش السوري خلال معارك إدلب وفتح الطريق الدولية حلب دمشق المعروفة بـ M5 المركز الاستشاري العسكري أكد أيضاً التزام قواته باتفاقية أستانا ملمحاً إلى عدم التعرض للنقاط المراقبة التركية رغم القصف التركي للقوات السورية وحلفائها التزاماً باتفاقياته وقرارات القيادة التي شكلت حماية للنقاط التركية القصف التركي رد عليه المركز برسالة إلى أنقرة يقول البيان إن الأخيرة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار واستمر جيشها بالقصف ما أدى لاستشهاد عدد من المجاهدين أمام هذا المشهد يرسل بيان المركز الاستشاري العسكري الإيراني رسالة إلى الشعب التركي يدعوه فيها للضغط على حكومة أردوغان لوقف عدوانها وذكر أهالي الجنود أن أبناءهم موجودون في مرمى نيران محور المقاومة وأن عدم الرد لم يكن من باب الضعف بل من باب الالتزام بقرار القيادة ليذهب للتأكيد أن قرار المواجهة ليس مع تركيا وإنما مع جماعات إرهابية يشكل القصف التركي دعما لها وينقل بيان المركز تأكيد قيادة محور المقاومة على حل سياسي بين أنقرة ودمشق ترى قيادة المحور أنه يشكل مخرجا لأزمة تدخل عامها العاشر ترجمة نانسي قنقر